تواصل الدولة المصرية جهدها لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وبمناسبة العام الدراسي الجديد وجه وزير الترمية المحلية هشام أمنى المشرفين على توزيع سيارات مبادرة سند الخير في المحافظات التي أطلقتها لتوفير السلع الغذائية بتركيز تواجدها في الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا وأوضح أمنى المبادرة التي أطلقتها الوزارة في شهر مارس الماضي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تكاتف كل جهود الدولة لدعم المواطنين في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا وتوفير احتياجتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية في ظل اتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية